هذه أبرز العناوين بعد الأهل السعودي أمر بطي يتجه لرفض عرض فريق بارز بالسبب برشلونة نجم المنتخب المغربي يضع وليدر جراغي في ورطة كبيرة لهذا السبب موت سيبي يوجه رسالة للمنتخب الوطني النسوي قبل مواجهة ألمانيا في كأس العالم والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس بعد الأهل السعودي أمر بطي يتجه لرفض عرض فريق بارز بسبب برشلونة بات مستقبل الدولية المغربي السفيان أمر بط نجم فريق في رونتين الإيطالي لكرة القدم مهددا خلال مرحلة الانتقالة الصيفية الجارية وكشف موقفة ميركات الفرنسية أن أمر بط يفضل الانتقال هذا الصيف إلى برشلونة حيث يعتبر بمثابة حلم ويمثل أولوية بنسبة له في الميركات الصيفية الجارية وأوضح المصدر نفسها أن أمر بط على غرار رفضه لعرض الأهل السعودية فإنه يتجه لرفض عرض مونشستر يونايتد الإنجليزية الذي يطمح هو الآخر للتعاقد مع النجم المغربي تجدر الإشارة إلى أن عقد الدولي المغربي السفين مرابط مع فريق في رونتين الإيطالية ينتهي في يونيو 2024 نجم المنتخب المغربي يضع وليد راقراقي في ورطة كبيرة لهذا السبب وضع اللاعب حاكم زياش نجم المنتخب المغربي الناخب الوطني وليد راقراقي في ورطة بعدما أصبح يواجه مستقبلاً مجهولاً على إطرق قرار الأرجنتيني موريسي بوكتينيو مدرب نادي تشيس الإنجليزية استبعده من قائمته الأساسية وعدم مشاركته في جولة الفريق الخارجية استعداداً للموسم القادم ومنذ أن تألق بموندي القطر رفقة الأصود بأدائه البطولي تعرض الزياش لصدمتين بعدما خاب أمله في الالتحاق بفريق باريسان جرمان الفرنسية في المركات الشتوى الماضي بالسبب تأخر إدارة ناديها في إرسال الوطائق الرسمي خلال الساعات الأخيرة قبل إغلاق سوق الانتقالات وتلق زياش الصدمة الثانية بداية المركات الصيفية حين فشلت صفقة الانتقال لنادي النصر السعودية بعد تراجعه عن التعاقد معها وذكرت تقارب بريطانيا في وقت سابق أن أربعة لاعبين من فريق تشيلسي من بينهم زياش لن يشاركوا في جولة الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية استعداداً للموسم الكروية القادمة وبناء على تعليمات مدرب تشيلسي الجديد فإن حكم زياش وبيير أمريك أوباميونغ وروميلو لوكاكو لن يرافقوا الفريق في جولته الصيفية وتضمنت التقارر أيضاً أن تشيلسي قد استبعد اللاعبين من قائمته للموسم المقبل وينتظر قراراً نهائياً بشأن رحيلهم في فترة الانتقالات الصيفية وكانت أخبار تفعيل إدارة تشيلسي قرار مدرب الفريق الجديد بإبعاد حكم زياش من جولة الإعداد الصيفية في أمريكا قد أقلقت الناخب الوطني وليد راقراجي وترددت أخبار تؤكد اهتمام نابول الإيطالي بالتعاقد مع زياش وكذلك فإن أندية تركية حاولت ضمن نجم المغربية ولكن واقعياً شكلت صرف تشيلسي الأخير ضربة قوية لطموحة زياش خصوصاً بعد أن حرمه ناديها من الانتقال إلى باريسان جرمان في الميركاة الشتوى الماضية وهي الضربة التي أثرت بشكل كبير على النجم المغربي حكم زياش موت سيبي يوجه رسالة للمنتخب الوطني النسوي قبل مواجهة ألمانيا في كأس العالم أبدأ باتريس موت سيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تفاؤله بخصوص المشاركة المنتخبات الأفريقية المغرب وزامبيا وجنوب أفريقيا في نهاية كأس العالم للسيدات المقامة في دولة أستراليا ونيزيلاندا في الفترة الممتدة بين العشرين من يوليوز الجاري والعشرين من غش المقبل ووجه باتريس موت سيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف رسالة إلى المنتخبات الأفريقية النسوية المشاركة في نهاية كأس العالم في أستراليا ونيزيلاندا وقال إنه فخور بهذه المشاركة وواثق من أن المنتخبات الأفريقية ستجعل القارة الأفريقية فخورة بكرتها النسوية كما كانت فخورة بمشاركة منتخبات الضكور في نهائية كأس العالم بقطرة حيث كتب المنتخب المغربي التاريخ حسب رئيس الكاف وتحدث موت سيبي عن تطور كرة القدم النسوية في القارة الأفريقية وخير دليل على ذلك حسبه أن نهائي كأس أمم أفريقي للسنة الماضية في المغرب بين المنتخبين الجنب الأفريقي والمغربي حضره أزيد من 60 ألف متفرج في ملعب مجمع الأمير مولي عبدالله بن رباط وقال إن هناك عملا كبيرا تحقق أخيرا وتجسد ذلك في تحسن المستوى التقني للمنتخبات وممارسة الكثير من اللاعبات في فرق أوروبية وكانت قرعة نهائية كأس أفريقيا أوقعت المنتخب المغربي في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات ألمانيا، كوريا الجنوبية وكولومبيا بينما يتواجد المنتخب الزامبي في المجموعة الثانية إلى جانب إسبانيا، اليابان وكوستاريكا فيما المنتخب الجنوب الأفريقي يتواجد في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات إيطاليا، الأرجنتين والسويد مواجهة ألمانيا مفتاح تحقيق إنجاز تاريخيا في المونديال أكد رينالد بيدروس مودريب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية أن اللاعبات بثنى مستعدات لخوض نهائية كأس العالم للسيدات التي انطلقت يوم الخميس وتستمر إلى غاية العشرين من غشة المقبل بكل من أستراليا ونيوزيلاندا وأشار بيدروس إلى أنه بعد نهاية تحضيرات اللأبوات لهذه البطولة الرياضية الكبرى فقد خاض المنتخب المغربي النسوية العديد من المباريات الوذية آخرها أمام المنتخب الجمايكي حيث انهزم فيها المنتخب الوطني بهدف السفر وأكد بيدروس أن تقنية ومهارة اللاعبين وذكاءه التكتيكية ارتفع في المعسكر الأخير الذي أقيم في النمسا والذي تخللت العديد من المباريات الوذية قبل الوصول إلى أستراليا مشددا على أن هدف اللاعبات هو تجاوز الدور الأول رغم صعوبة المجموعة التي يوجد فيها المنتخب المغربي النسوي التي تضم كل من ألمانيا وكوريا الجنوبية وكولومبيا وتحدث بيدروس أن مواجهة ألمانيا في بداية مشوار المونديال تحفظ لبؤات على العمل أكثر خصوصا أنهن سيواجهن منتخبا عتيدا ومتقلا بالألقاب وقال بيدروس في تطرح لموقع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هناك تفاؤلا كبيرا لدى العناصر الوطنية وكلهن رغبة في تحقيق إنجاز مشرف لكرة القدم الوطنية سيما أن المباراة الأولى ستكون ضد ألمانيا وأن تحقيق نتيجة إيجابية فيها سيكون كفيلا بتعبيد الطريق أمام اللبؤات من أجل التوقيع على مصاري مهم في كأس العالم وتعرف المنتخب المغربي على ملعب مباراة الأولى ضمن مونديال أستراليا ونيوزيلاندا للسيدات وهو ملعب ميلبورن المستطيل حيث سيواجه على أرضيته منتخب ألمانيا بطل العالم ويقع الملعب على مسافة قريبة من المنطقة التجارية المركزية في ميلبورن ويضم حاليا فرق ميلبورن سيتي لكرة القدم التابعة لدور الدرج الأولى وويسترن ينايتد وفريق ميلبورن فيكتوري للذكور والإنطة كما تعتبر فرق الريكبي ميلبورن سورم ويونيون وميلبورن ريبرز أن الملعب هو مقره ترجمة نانسي قنقر